أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيء والقرآن الأكيم إنك لمن المرسلين على صراط المستقيم تعزيل العزيز الرحيم لتعذر قوما أعذر أباؤهم فهم واقلون لقد أقل قول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أناقهم أغلالا قرية إلى الألقان فهم مقرعون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن قلبهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسباؤنا عليهم أعذبتهم أم لم تنوذرهم لا يؤمنون إنما تنوذر من التوالي أعذبوا وخشي الله أمان بالغيب بالغيب فبشره بوغفرته وأجر كريم إننا نحن نؤهي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمار مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اتنين فكذبوهما فأعززنا بتانته فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما آتم إلا بشر مثلنا وما عازل الرحمن من شريء إن آتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تكذرنا بكم لإن لم تعطعوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب حليم قالوا طائركم معكم أإن ذكرتم بل آتم قوم مسركون وجاء من أحسر مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسعلكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي قررني وإليه ترجعون أتخذ معذوني آلية إن يردني الرحمن إن يردني الرحمن بغر الله تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون إني إذا لك ولا نبين إني آمات بربكم فاسمعون قلد غلل جنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما آزل على قومه من بعده من جود من السماء وما قلنا موزلين ايطانك إلا قيئة وائدة فإذا هم خامدون يا أسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستعزعون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مغذرون آلة لهم الأرض الميتة أعيينا وأخرجنا من أحباب منه يأكلون واجعلنا فيها جنات من نقين وأعناب وخجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمري وعاملت أيديهم أخلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزباد كلها مما تنبت الأرض ومن أعبسهم ومما لا يعلمون وآية اللوم الليل نسلق منه النار وقيدا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر من الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى آتك الأرجون القديم للشمس ينبوي لها آآ تدرك القمر آآ تدرك القمر ولالليل سابق النهار وقلوا في فلك يسبعون وآية لهم أننا عملنا ذريتهم في القلك المشطون وخلقنا لهم من مذنه ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا طريق لهم ولاهم يوقظون إلا رحمة مننا ومتاعا إلاءين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترعنون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنا معرضين وإذا قيل لهم آفقوا مما رزقه الله قال الذين ففروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله من لو يشاء الله أطعمه إن آتم إلا في غلال مبين ويقولون متى هذا البعد إن كنتم فادقين ما يعذرون إلا صيئة واحدة تعودهم وهم يقصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإله من الألذات إلى ربهم ينسلون قالوا يا بيلنا من بعدنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيئة وائدة فإذا هم جميع لدينا محذرون فاليوم لا كونه نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكرون أهم وازواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وانتاج اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا قراءكم مستقيم ولقد أول منكم جب الله كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إس لوحا اليوم بما كنتم تغفرون اليوم نقدم على أقبائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يقسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على مكانتهم فما استقعوا مزيا ولا يرجعون ومن نعمل وننكسه بالغلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعوة وما ينبغي له إنه وإلا ذكره وقرآن مبين ليعذر ما كان حيا ويعق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا مما عملت أيدينا عن آما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها عياء قدور ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يغفرون لا يستطيعون نسقهم وهم لهم جوز مغفرون فلا يعزونك قولهم إنا نعلم ما يسرون ما يسرون وما يؤمنون ولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نتبة فإذا هو قصيم مبين وورب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العوام وهي عميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأغذر نارا فإذا أنتم منه ترقدون أغليس الذي خلق السماوات والأغذر بقادر على أن يخلق مثله بلاب هو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول لو كن فيقول فسبعان الذي بيدي ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم